اشتركوا في القناة مخطط المغرب الأخضر من أكبر المخططات التي دمجت الفلاح الصغير منذ البداية خاصة على مستوى الدعم والإعانة الدعم والإعانة التي تخصص الفلاح الصغير الذي يملك استغلالية أقل من 5 أكتار هي 100% منه تكبر الاستغلالية و تفوت 5 أكتارات تنقص الدعم المجهود التي تعمل على مستوى الدعم الثاني كيف يتم تجميع الفلاحين والدولة تتكلف أو الوزارة الفلاحة تتكلف تتطير الغرز والتأطير والمواكبة والسقي لمدة 3 سنوات ومنك تشكل واحد الحوض دي الإنتاج مثلا دي الزيت الزيتون أو دي الحوامض أو دي الكذا كيتم بناء واحد المؤسسة أو واحد المنشأة لتتمين هذه المنتوجات في مناطق عديدة جدا من المغرب بمبالغ مالية كبيرة وبتأطير قوي من طرف الحكومة لكن هذا الكليشي هذا دي الفلاح الصغير الفلاح الصغير هو فقط كليشي شي حقيقة هناك مجهود كبير قامت به الحكومة سواء في الاستراتيجية السابقة أو لفلاح التراتيجية الحالية